بعدما قد عند حاجز المدفون عصر الأحد برصاص الجيش اللبناني شيعت بلدة بشري بعد ظهر الإسنين في أجواء من الحزن والأسى الشاب شرب لرحمي وذلك في حضور النائب إليكايروز ووفد من قيادة الجيش وعدد من فعاليات المنطقة صلاة الجنازة التي أقيمت في كنيسة مارسيبة رأسها راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران جورج أبو جودي وعوانه لفيف من الكهنة والأباء وبحسب التحقيقات الأولية ست رصاصات أطلقت على سيارة رحمه بعدما لم يمتثل أوامر العسكريين بالتوقف فأصابت أحد الرصاصات رأسه ما أدى إلى مصرعه في حين ذكرت أوساط متابعة أن القاتل مطلوب بمجب أكثر من مذكر التوقيف إلى ذلك وضعت نيابة العامة العسكرية يدها على القضية وبشرة التحقيقات برئاسة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي سقر سقر فيما أجرت النائب ستريدة جعجع اتصلا بقائد الجيش العماد جون قهوجي وطلبت منه إجراء اللازم لكشف ملابسات الحادثة ووعد بالقيام بكل ما يلزم إشارة إلى أن العسكريين الذين أطلقوا النار أوقف للتحقيق معهما